لا تخدع أيها الشاب المسلم المقبل على الزواج بكل ما تسمعه وتشاهده في الإعلام عن الغربيات الأجنبيات فلا تحرص على الزواج بهن معتمدا على ما تشاهد من الجمال الجسدي فقط فأنت تريد إن شاء بيت سوي وأسرة لها أطفال وعلاقات وأهداف فما تراه في الأفلام والمسلسلات من جمال مطلق ما هو إلا محض خيال والشيطان حريص على أن يلفت ناظريك تجاه ما لا تملكه فتظنه غاية الجمال وتذكر جيدا أن تلك النساء الأجنبيات لو لبسنا الحجاب لرأيت أنهن يشبهن كثيرا ممن هن حولك من النساء المسلمات وتذكر أيضا أن المرأة المسلمة الصالحة لو زينت بالمكياج والمجملات وتبرجت لصارت أجمل من كثير من المغنيات والفنانات وملكات الجمال لكنها أرادت الله ورسوله فاحذر تغرير الشيطان بك وإثارته لك بما هو مزيف وكاذب فتندم بعد فوات الأوان فلا تنس أيها الشاب المقبل على الزواج أن المرأة المسلمة تتميز عن كثير من الأجنبيات الملحدات بحسن أدائها لسنن الفطرة وآداب الطهارة وإيمانها بربها وحسن أدائها لعبادة ربها مما يرفع مكانتها عندك وتذكر أيضا أن حياء المرأة المسلمة يضفي جمالا إلى جمالها هذا الحياء الذي باتت تفقده كثيرات من النساء الغربيات ولا تنس أيضا عند اختيارك للزوجة أن حفظ المرأة المسلمة لبيت زوجها وعرضها وشرفها قيمة ومكانة تتميز بها عن غيرها من متبرجات هذا الزمان وأن خضوع المرأة وتوددها لزوجها يبهج قلبك ويقر عينك ويطمئنك في غيبتك عن منزلك ويزيد ثقتك بنفسك وبعائلتك وبمستقبل أبنائك ويكفيك من هذا وذاك أن عدم اختلاط زوجتك المسلمة التقية بالرجال وقرارها في بيتك وانشغالها بتربية أبنائك وبناتك راحة لبالك وطمأنينة لفؤادك فكن واقعيا أيها الشاب المقبل على الزواج ولا تنشغل بما هو زائف وباطل عن ما هو خير محقق من حولك عزيزي المشاهد عزيزي المشاهد أنت تحب الخير لك ولأصدقائك أليس كذلك؟ فإذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك وادعمه بلايك وشكرا جدا على كل مشاهدة وكل تعليق جعل الله في ميزان حسناتك نشرك لهذا الفيديو ودعمه ومشاهدتك له ولا تنسى أن تشترك في القناة والموقع واحرص على أن تفعل جرس التنبيهات حتى تكون مميزا عن الجميع فيصلك كل جديد إن شاء الله تعالى نحن اليوم أحوج ما نكون من أي وقت مضى إلى التعرف إلى قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ووحينا وستتفاجأون مما سأكشفه لكم وسأخبركم به موقع لينور الإلكترونية www.linor.com ترجمة نانسي قنقر